بيقولوا الأمثال بتاعتنا اللي خلف ما ماتش اللي خلف ما ماتش فاهمي عبد الحميد خلف وقل عبد الحميد فاهمي عبد الحميد وكان ابني برضو وقل كان ابنك بغت في حضني يعني بعشقه مدام كان ابنك اتفضل يا أستاذ وقل بعشقه أستاذ وقل معنا يا حبيبي كل سلام طيب يا وقل وانت بقل في خير يا رب انا اخوك الصغير يا حبيبي يا حبيبي حبيبي يعني احلى ايام بالعمر اطناها ساوي يا حبيبي يا حبيبي يا وقل انت مخرج عظيم وانا فرحان بك جدا وبفرح باعمالك لانك الجنات الوراثية واخد من العبقري التفكير والوعي والادراك والفكر انت عظيم يا وقل وانا بحبك وبحب شغلك وبحبك يبقى عندك عمال بفرح جدا لما بلقي لك عمال يا وقل يا حبيبي يا والله انا عارف طبعا احنا قضينا احلى ايام العمر كلها حبيبي 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 والله يعني انت متعرفش غلوتك قد ايه وكل ما بتيجي سيرتك واسمك بس بيحصل لي ايه حبيبي زكريات وبشوف صورة يعني بشوف احلى ايام عمري كلها حبيبي يا وقل حبيبي 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 وانا طبعا فخور طبعا ان الاستاذ جمال عبد الحميد بيقول ان انا ابنه او اخوه او اي حاجة اخويا الصغير وابني وحبيبي حبيبي ربنا الخمين عشائك والله ابنه واخوه الصغير والستاذ واقل عبد الحميد واحنا برضو فخورين ان حضرتك معانا بفطادة دلوقتي اظن ان دي مفاجآت عاملين لك مفاجآت اه 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 يعني انا مش حرفين حاجة اه ده حبيبي ده اه انا شايف الحب في عينك وهو شايف الحب في عينك وفي الكاميرا دلوقتي بسأل طبعا مستر واقل اه استاذنا جمال عبد الحميد كان بيحب بابا كتير ويعشكه وكان بيحكي انه عشان يكمل الفوزير مفاضل 54 يوم فكان ده كان يعني صعب عليه واصر انه يكتب في التتر اه تحية لبابا اه 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 يعني انا هقول له حضرتك الاستاذ جمال اه كان بالضبط اه معزته عند بابا اه لا تقل عن اي حد من من ولاده ده مربين يا واش اه اطول فترة اكتر من انا كمان لان انا كنت صغير فكان الاستاذ جمال معاه من قبل من انا ابدأ اروح معاهم اه يعني وكانوا كانوا بيفتكروا واخدين الموضوع تحدي بدحك اللي هو تقدر تعمل كذا يقول له طب ايه رأيك بقى لو انا عملت كذا يقول له انت تبقى مش عارف ايه انت عارف انت عارف الحب ده ما كانش فيه اه حتة اه ان حد شغال اه اه باوردر من حد لا ده كان فيه ابداع الاستاذ جمال كان بيبدع في المنطقة بتاعته ييجي البابا يقول له انا عاوز اعمل كذا مفيش حاجة اسمها انه بابا يقول له عمان لي فكان الموضوع كان فيه حب مش طبيعي وكان فيه ثقة الفكر العبقاري بتاع الله يرحمه بابا مش معقول وما قبلتش حد زيه ابدا على فكرة يا واقل بعد كده يعني هو انا عارف الله هو الله يرحمه كان شيء عبقاري وفكره كان دايما جديد وأوفر بره اللي بيحصل في التلفزيون في الفترة دي اه لا انتوا في الفترة دي قدمتوا اللي محدش عارف يقدمه حتى دلوقتي مع التقدم ده كله كان فيه انتوا بالضبط كنتوا بتعملوا الحاجة هند ماد مزبوط مش الحاجة اللي هي الجهزة لا لا مزبوط مزبوط يعني محايا التركاج اللي كان بيتهمل كان تنفيزه ممكن يكون سهل بس الفكرة تيجي ازاي هي الفكرة مش تنفيزه يعني تنفيزه كانت صعوبة وقتها لكن الفكرة كانت تيجي ازاي وانت تفكروا ازاي لا لا انا انا فاجر في يوم لما طلعنا نجري بالشريط على الهوى عشان نلحق نزيع الحلقة وكانت بكر وفر على السلم الشريط معنا واحنا بمجري ما تشوفش كان شكلنا عامل ازاي وكنا بنبقى مبسوطين قد ايه واخر يوم رمضان كنا كلنا بنبكي في الاستوديو عشان خلاص ماشيين مع كم التعب اللي كنا بنشوفه ده بس كان على قلبنا حاجة عظيمة جدا اه عايزين الايام دي ترجع ان شاء الله والاستاذ ما يحرمناش من عبقريته بقى يعني احنا ان شاء الله قريب هيبقى معنا في اعمال كبيرة بإذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله حبيبي شرفتني وكم طيبين ورمضان مبارك عليكم كلكم ان شاء الله وعلى السادة المشاهدين شكرا لحضرتك يا بستر والد شكرا وانت طيب انت بألف خير اتفضل يا فرد اتفضل